أنا نأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم من؟ بفهم الصحابة رضي الله عنه وبفهم السلف ليس بفهم غير من أهل الأهواء وأهل البدع إنما بما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فالمرجع في فهم الكتاب والسنة هي النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى وأئمة الإسلام قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس يعني يبين أن السلف هم الذين يأخذون بالكتاب والسنة قال أجمع الناس هذا الإمام المطلبي الإمام الشافعي محمد بن عدريس يعني ننقل لكم كلام الأئمة الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد الإمام الشافعي أئمة السلف ابن حزم ابن تيمية هؤلاء أئمة الإسفراييني أبو شام هؤلاء العلماء السلف الذين نقلوا لنا هذا الدين فيقول الإمام الشافعي أجمع الناس يعني أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان يعني ما يجوز لك إذا تبينت لك السنة أن تتركها وتأخذ بقول أحد من الناس هذا لا يجوز بل هو انحراف حتى قال الإمام أبو حنيفة النعمان قال آخذوا لأنه يعني اتهموا أنه يأخذ بالرأي ويأخذ بالعقل ولا يأخذ بالحديث ولا يأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة فيرد عليهم الإمام أبو حنيفة يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص يقول إماما وحنيفة كذب من يقول إننا نقدم القياس على النص يقول وهل يحتاج بعد النص إلى قياس يعني إذا ظهر لك النص فلست بحاجة إلى قياس متى يلجأ الناس إلى القياس إذا لم يجدوا النص فيقيس ثم يأخذ الحكم من هذا قياس فرع على أصل في علة ليظهر لك الحكم لكنه رحمه الله يقول كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص يعني نقدم الرأي ونقدم القياس على النص قال رحمه الله وهل يحتاج الناس بعد النص إلى قياس وقال أيضا هو الإمام أبو حنيفة قال إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده أي يعني لم نتجاوزه إذا جاء الحديث صحيح الإسناد أخذنا به ولا نتعداه ولا نتجاوزه وهو القائل رحمه الله الإمام أبو حنيفة أول الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي كما في حاشة بن عابدين وهو من الأحناف قال الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي وروي هذا القول عن الشافعي وعن غيرهم من أئمة الإسلام فهؤلاء أئمة الإسلام يرون أن الأصل الأصيل هو الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله في الاستدلال على مسائل العقيدة فإذا ما ورد في الكتاب والسنة وصحى وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع للمسلمين يجب قبوله إذا صح الحديث فهو مذهبي والمرجع يعني الأمر الثاني أن نأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم من بفهم الصحابة رضي الله عنه وبفهم السلف ليس بفهم غير من أهل الأهواء وأهل البدع إنما بما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فالمرجع في فهم الكتاب والسنة هي النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى وإمة الإسلام فإن الله عز وجل قد أتم الدين وأكمل لنا فليس لأحد تحت أي ذريعة أن يحدث في دين الله شيئا ليس فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد كما في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين ما ليس منه فهو رد مردود عليه لأن الدين كامل ليس لأحد أن يحدث دينا وما لم يكن دينا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس اليوم بدين